مشاهدينا قبل هذا الفاصل يمكن تكلمنا عن أخلاقيات الناس أو السائقين في الشارع لكن أيضا هناك مهن تحتاج إلى أخلاقيات هناك أخلاقيات يجب أن يتسم بها المحامي واللي أهمى اليوم احنا ركزنا عليهم بحيث تطابق تصرفاتها مع مقتضاء القيم الأخلاقية الصحيحة المتعارف عليها من أجل تحقيق العدالة ونصرة الحق طبعا نحن نتشرف بوجودكم ونحب نكرر بأن دائما المحامي لازم يكون عنده سلوك مهني أمام طبعا جهات الاختصاص القضائي وغيرها سلوك يتسم طبعا بالمحافظة على الشرف والعفة والنزاهة والإخلاص وغيرها طبعا من القيم والأخلاق النبيلة المستقرة طبعا بوجدان الإنسان طبعا نحن نقول لكل مهنة أخلاقياتها الخاصة لكن مهنة المحامة يمكن أكثر حساسية لأن تدخل فيها نقول مفاهيم قوانين جريمة هذه الأمور بالضبط لا يضمها كتاب أو دستور إنما تعتمد على من يحمل لقب محامي أن يكون جدير بهذا المسمى وحول أخلاقيات مهنة المحامة معنا في الاستيديو المحامية مي الغانم وأيضا المحامي خالد للسويفان حياكم الله معنا الله سبحانه أنا بالنسبة لي هو موضوع جميل لأن فيه من الأخلاق شيء الكبير لما استاذة مي نقول عن نبل المحامة هي أساسا بالنسبة للمهنة المحامة هي ليست فقط المهنة المحامة جميع المهن مثل ما تنوهت عنها الأخت المذيعة أنها تحتاج مجموعة من الصفات والصفات أساسا تبنى بالأساس من شخصية الإنسان قبل أن يقتني المهنة المعينة ومن أساسيات مهنة المحامة هي أول شيء الصراحة والأمانة أن يكون صريح مع موكلة زائد أن موكلة يجب أن يكون صريح مع المهامة زائد الأمانة يكون أمين مع الموكل في مجال سير الدعوة فعلا وهذا نجلة يعني لو وضحتها في المقدمة في البداية يعني هي الأمانة والصراحة بين الأطراع نأخذ رأيك أخوي خالد طبعا سعيد بالتواجد معكم وشكرا على هذه الاستضافة ممكن نحن من المهن التي تختلف من أنباق المهن نحن يربطنا قانون تنظيم مهنة المحامة بالإضافة إلى مثاق شرف مهنة المحامة مثاق شرف مهنة المحامة كان واضح في هذه المسألة اليوم مهنة المحامة مبادئها التي هي الحق والرحمة والمساعدة والنجدة بالإضافة إلى شعارها التي هي حماية القانون فمهنة المحامة مهنة ذات رسالة سامية ذات رسالة نبيلة وطبعا دائما يبحث عن أدلة لما تستلمين قضية معينة شفت بأن هذه القضية ستستلمينها ستكون فيها مخالفات أخلاقية كثيرة هي أساسا لما تدرس الملف غير أن ترى في أرض الواقع فالملف أساسا يشرح جزئية معينة من الحقيقة التي حصلت في أرض الواقع فإذا كانت فيها أمور تدل أن الشخصية هذه أساسا لم يرتكب الواقع أو فيها أساسا شككات حول الواقع فمن الآقية أنه يحصل على البراءة فملف القضية لا يمت أمية بالأمية ما حصل في أرض الواقع فمن المهتمة الذي قد يكون في أرض الواقع هو بريء في جزئية معينة نحن لا نعلم عنها نعم فمن يقرأ ملف القضية تتنوهل أنها زوايا معينة عن طريقها تطلع هذا المتهم أو هذا الشخص براءة لأنها أساسا الأوراق تدل على براءة أكيد نعم جميل سيد خالد يمكن أكثر مأخذ يأخذ على مهنة المحامة أو المحامي أن أنت مثلا لو يوجد شخص متهم بمتاجرة المخدرات أنه هو تاجر مخدرات أو قاتل يقولون لماذا يدافع عنه؟ هو قاتل أو تاجر مخدرات هنا دائما يمكن الزاوية التي تضعك بحرج بالضبط ينتقد عليها المحامي شنو ردك؟ صارت لك أول شيء القصة هذه؟ لا هو أصلا يعني دستورية نرجح لدينا دستور وقانون اليوم المتهم بريء حتى تثبت لدانا بالأصل على الإنسان المتهم قبل أن نتكلم عن الجاني أو المجنة قلت لك قلت لك إيه أنا أفعلها بك نحن نقول لك قبل أن يدفع مليون مليونين اليوم كما قلت لك قبل قليل بالنهاية مهنة المحامة ليس فقط مردود مالي كثير ما يكون هي مساعدة أو إنسانية و أمانة بالضبط نعم الأصل في المتهم هو البريء قبل أن نتكلم عن الجاني أو المجني عليه يجب أن نعرف أن هذا إنسان بالنهاية له حقوق وسمها القانون و القواعد القانونية مثل ما تقول يحفظ على كرامته يحفظ على عرضه يحفظ على إنسانيته يحفظ على حريته اليوم دور المحامي يجب أن يحافظ على هذه المبادئ لكي لا تنتزع هذه المسألة ولا يشعر بأن هناك كوف أو انتهاك لحرمته بالنهاية أن اليوم المحامي هو حفاظا على كرامة الآخرين وبالنهاية اليوم لا يضار العدالة لأفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضارها بإفلات بأعتداء على حريات الآخرين فالمحامي بالنهاية هو دور حماية القانون و الدفاع عنه مثل ما تفضلت أستاذا اليوم أنت تدي من داخلك أنه مذنب أو مرتكب هذا الفعل لكن مجرد قراءتك لوراق مثل ما تفضلت أستاذا معي تعرف أن هناك أمور أخرى تستجد عليك براءة موكلك أو المتهم يعني كناس مثلا ما نسمع قضية مخدرات على كافينا الشراء أو اختلاسات المور فإننا ما ندافع لكن مثل ما ذكرته عندما ترون الأدلة والبراهين يمكن أن يكون بريئة أساسا حتى الشخصية هذه أنه أستدعي كأساس متهم لكننا لا نعلم عن حقيقة الواقعة كيف تمت في وايد من القضايا يحاكم فيها متهم مع سنوات نكتشف في نفس الواقعة هناك متهمين آخرين أهم الفاعلين الأساسيين في الجريمة ولكن في قصور بالتحريات هذه الأمور صار أنها شخصية معينة هي التي أخذتها المهامي دوره أساس وجوده هو الذي يسوي التوافق يعني كأنه يجعل خط العدالة يمشي في خط مستقيم هو دوره يجعل العدالة تمشي في خط مستقيم بالتأكيد هذا مثل ما صارت لك قصة كذلك موقف كذلك يعني تقصد من هذا النوع مثلا قاتل تاجر مخدرات يعني أمما انعرض لي من أقواله وطالع في مثلا ملاف القضية ألقى فيها جزئية معينة تستدعي براءته يعني حتى هذا يحمي ترى الناس البريئين أمية بالأمية بمعنى لما يكون شخص مثلا نقول تاجر مخدرات استلمين هذا النوع أفو نقضي أنا استلم هذا النوع حتى مثلا يصبح خلل بالإجراءات لما نطلع براءة متهم تاجر مخدرات في خلل في الإجراءات أن رجال الأمن مثلا دخلوا من غير إذن نيابة وطلع هو براءة هذا فيها حماية أيضا للأطراف الثانية إلا أن هذا سيكون رادة لجال الأمن أنهم لا يتخذون أي اتخاذ ضد أي مواطن إلا بعد أن يستلموا الأمور القانونية بوجه السليم جميل إذن استاذ خالد متى يطلق متى يطلق على المحامي أنه أخل بأخلاقيات المهنة وين سنلقى أخل فيها إذا في نظركم إذا قبل قضية حد مع قاتل أو تاجر إذن هو لا زال يمارس دورك كمحامي أين الخلق؟ أنا مثل ما قلت لك استاذا اليوم الشخص الذي جاء وكلني أو الشخص الذي ارتكب هذا الجرم يعتبر بالنسبة لي مرتكب إلى المواجهة لا يعتبر متهم أو مدام في هذا الأمر اليوم مثل ما قلت لك الدستور المتهم بريء حتى تثبت إدانته وليس مدام حتى تثبت براءته اليوم مجرد قراءة الأوراق واطلاع عليها بشكل تام مثل ما تفضلت الأستاذة اليوم الكثير من الناس يقولون هناك غصور بالتشريع المحامي طلع المتهم براءة نحن لا نقول أن هناك غصور تشريع كثيراً ما يكون الأمر هناك خطأ بتطبيق الغانون من أحد رجال الأمن أو أي أن كان نعم المحامي يسعى كثيراً ما يكون أنه يطبق بالشكل الصحيح ومثل ما قلت لك اليوم المتهم بالنهاية سيحكم عليه أي أن كان مذنب أو حلو، إذن متى يصير المحامي يعني غير أخلاقي في أي وضع هو بالنهاية نفترض عن المحامي أن يكون صادق مع نفس أول شيء بالإضافة على صدق النفس يكون صادق مع موكلة لأنه بالنهاية مهما كانت النتيجة التي تترتب عليها على موكلة يكون قادر على مواجهة موكلة أستاذ خالد، لكن أكثر شيء لتصبح ورقة بأنها سالفة تصبح خطأ في الإجراءات إجراءات بحث الأدلة والخطأ لا أسمع دائماً خطأ في الإجراءات فهذه حتى وكنت تدري بأنه كان مجرم وعليه الجريمة لكن تستخدم هذه ورقة خطأ في الإجراءات وطلع براها و أنت تدري أنه مدان مثل ما قلت لك أستاذي اليوم مثال ما قلت الأستاذ اليوم للمنازل حرمة لا يجوز أن اليوم رجال الأمن يدخلون هذا المنزل بحجة أن هناك جريمة وقعت فيها لكن لا لديهم مدى النيابة المحامي يسعى كثيراً ما يكون أن يطبق هذا الغانون و يطبق هذا الدستور بالنهاية إذا الأمر ترك و رجال الأمن قاموا خصوصاً أنتم قابلتم قبل أحد رجال الأمن ترك الأمر و قاموا يداهمون البيوت أو قاموا يتعدون على القانون والدستور يترك الأمر مباعر كمحامي أسأل كمتين أيضاً حتى الأستاذة مي رأيت أنه خطأ في إجراءات الأدلة و هو مدان لكن تستطيع أن تظهر بريء أو بعض الأحيان سؤال بعض الأحيان تصبح الأخطاء ليس فقط في الإجراءات في بعض الأحيان تصبح الأخطاء في صلب الموضوع في صلب الموضوع بمعنى أن هو الشخص مثلاً متهم في قضية مخدرات أنه بنيت تحرياته أن الكمية كذا والتفتيش بنيت على كذا فجأة نلاحظ في السين والجيم أقواله اللي هو ضابط الواقع تختلف على ما هو وارد في مهذر التحريات وأيضاً عندما ندقق في تقرير الأدلة الجنائية نرىها تختلف كلياً على ما أدل فيه ضابط الواقع في الأمور فلما يصبح هناك خطأ في الموضوع القضية فمن المحتم أن هذا الشخص يطلع براءة و حتى عندما نقول أن هذا الشخص متهم أن هذا الشخص تاجر هذا الشخص سارق نحن لا نستطيع أن نرميها جزافاً لأننا لا نعلم ما هي الواقعة التي صارت فيها هذه الواقعة بالضبط أمية بالأمية نفس ما نوات في البداية حتى ملف القضية لا يبيلنا أمية بالأمية ما حصل في أرض الواقع من حقيقة فنحن لا يمكن أن نقول أن هذا تاجر مخدرات هذا مذنب هذا السارق هذا مثلا ضرب نحن لازم نتمس العذر احتمال بريء فنطلع ونسوي من أمورنا وتحرياتنا فيطلع أنه هو بريء ومن المحتمل لما طلعنا براءة نحن أعطيناك كمهامين فرصة لمراجعة نفسه ليرجع إلى خط الصواب فيعترف الصواب أنه هو ما يمارس المهنة مرة ثانية يعني الصواب ممكن يكون فعلا تاجر مخدرات حقيقي أو قاتل حقيقي لكن لخلل في إجراء القبض عليه يطلع براءة نحن لا نعلم ما هو الباعث الحقيقي ولا نعلم الظروف التي حتمت عليه أنه يكون أنه قاتل مثل ما نعرف أنه أصل في الإنسان الصلاح لا يخلق إنسان سيء فنحن لا تعلمين الأمور أمية بالأمية يمكن لما كان خطأ في الإجراءات أو خطأ في صلب الموضوع طلع هذا الإنسان بريء طلع بريء راجع نفسه وأصبح إنسانا صالح وهو طبعا هذا شغلكم أنتم لا أستاذي ردنا لكلامة الأستاذة نعم أتفضل واقع حصلت في الكويت عندنا هنا شخص شخص اعترف اعتراف مفصل ومثل المسرح الجريمة أنه ارتكب هذا الفعل الذي هو قتل أحد الأطفال وأمام المحكمة اعترف إلى آخره بالتالي بعد فترة وحكم عليه بالإعدام أن البنت مفقودة وموجودة ما أعترف السؤال بالضبط نقول فيلم بالضبط اعترف لأنه هناك مورس عليه بعض الأمور ضغط عليه تهدد إلى آخره خلاه يعني يعترف جريمة جميل نأخذ فاصل وبعد إن شاء الله مكملين حوارنا مكملين حوارنا وأخلاقيات مهنة المحامة وضيوفنا بالاستيديو المحامية مي الغانم والمحامي خالد لسويفان ستاة خالد سأجد لك هذا السؤال أنت كنت ترأس لجنة اسمها أدعياء المهنة طبعاً كانت تابعة لجمعية المحامين تم إلغاء هذه الجمعية والله حسب المهنة لجنة ضمت مع أحد الجمعية المحامين نعم موجودة لكن ضمت شنو دورها هذه لجنة محاربة أدعياء المهنة قبل الله نتكلم عن محاربة أدعياء المهنة يجب أن نعرف من هو المحامي المحامي هو كل شخص لديه شهادة القانون أو الباكروريوس القانون مستوفي عليه الشروط ومقيد بالغيد العام في جمعية المحامين الكويتية مدعي من المحامي لين يجب أن يمارسوا مهنة المحامين يجب أن يقيد بالغيد العام الغيد العام هو متوفر في جمعية المحامين نقل إلى جمعية المحامين لكي نلحق ممارسة مهنة المحامة مدعين مهنة المحامة مثل ما قلت لك بإمكانهم متواجدين تلقينهم بالمحاكم خصوصا اليوم في تطور في السوشال ميديا صار وصولهم للمتقاضي بشكل سهل قبل تلقينهم متواجدين بالمحاكم لا لهم أي تواصل مباشر مع المتقاضي اليوم حط لك إعلام بأحد المواقع أنه يقدم استشارات قانونية يقدم سياقة وعقود وقالبا ما يكون هذا الأمر يعني غير صحيح أو استشارته غير صحيح والمتضر الأكبر هو المتقاضي بالنهاية أستاذ أمي على نفس الموضوع بالنسبة عن أدعياء المهنة نعم يدعي المهنة هناك بعض من أدعياء المهنة أنه في منهم مثل ما قال الزميل أنه غير مسجل في جمعية المحامين ولكنه يكتسب مثلا شهادة حقوق وأمور وفي منهم أساسا حتى ليس من أهل الدولة أساسا زائد أنه غير مسجل يمارس نعم غير كويتي غير كويتي ويمارس المهنة وهو ما عنده الخبرة القانونية في مهاكمنا والأمور ولكن يعني نحطه لهم مو بس بين طرف بين الأطراف أن المفروض الناس العادية أنه لما يكون يأخذ استشارة قانونية يروح ذو صفة أنه يروح مكتب مهامي يستشيره في مسألة السمعة والثقة صحيح وروح بمكتبة مكاتب المهامي المسجلة في جمعية المهامين معلوم مكانها يعني مثلا عفوا ليس قابلة بقهوة يعني مثلا يقول تعال قابلني بقهوة ليش؟ وين أكتبك؟ وحتى عن طريق مثلا الانترنت والأمور وإحنا أساسا مكاتب المهامي المسجلة في جمعية المهامين أما كنا معلومة أكيد يعني أساسا حتى في الدليل التليفون أن أرقام المكاتب المهاميين التي هي مسجلة في جمعية المهاميين يعني معلوم مكانها وأرقام هواتفها فهو العتب ليس على طرف في طرف يشجع على طرف فالمفروض الناس العامة عندما تريد استشارة قانونية أو الأمور تروح لصحب الإختصاص في مقر عمله أو أن تروح إلى جهة الإختصاص من مقر عمله أستاذ خالد مثل ما ذكرنا بأن أخلاقيات مهنة المحامي والمحامي إنسان بداية قبل أن يمارس هذا القانون يتلى قضية معينة قضية أسرية أكثر شيء فهل تقدم النصيحة حتى لو تدري بأنك أنت ضامن هذه القضية وفيها فلوس وراءها مردود لكن ممكن أنك أنت تحلها ونتقاعد بأنفسك يعني تفضل الحل الودي طبعا بالنهاية دور المحامي الأساسي هو المساعدة والنجدة والرحمة والعدالة اليوم بالنهاية هذه أسرة والمتضرر الأكبر هم الأبناء إذا كان فيه بينهم أبناء فتحاول بقدر المستطاع أن تقرب وجهات النظر خصوصا اليوم قانون الأسرة مع وجود بعض الأخطاء والمثالب عليه لكن هناك بعض الشغلات المميزة فيه اليوم قبل أن ترفع دعوة والطلاق بعدين تحالي استشارات أسرية اليوم لا تقدم طلب أمام لجهة استشارات أسرية يستدعون الطرفين إن وجد صلح بينهم كان بها ما وجد بالنهاية يتم رفع إلى المحكمة وتحدد في جلسة موضوع طبعا بالنهاية أنت كثر ما تقدر مثل ما قلت لك تصلح ما بين الطرفين لأن المتضرر يعني الأبناء يعني الزوجة بإمكانها الله يوفقها وتزوجها وكذلك الزوج بإمكانها كذلك على طول وين ترزق الله أنا قلت لك اليوم هو الرزق على الله سبحان الله بالنهاية السوق مفتوح والمحامين موجودين الرزاق وموزع بكل المهن أكيد هل صحيح أن هناك قضايا تكون قضايا شخصية نوعا ما يعني مثلا قضية شخصية هي وليست حقيقية يعني ممكن شخص يشتكي على شخص بسبب أمور شخصية بينهم عرفت شون أو ساعات يكون أو المحام يحط بباله مثلا واحد حط بباله بالضبط طبيعي ما نتكلم حنا المحامي كثرة ما نتكلم الأفراد اليوم هناك شكاوي وفي بعض الغضايا كيدية تكون الهدف منها حقد أو الهدف منها الانتقام أو الهدف منها فهني المحامي لما يدري أنها انتقامية ويشارك فيها هل هذه من أخلاقيات المحامي المحامي بالنهاية اليوم يعني إنسان مثل ما قلت لكم نعم ما يدري ما هو الصحيح أو الحقيقة المحامي يقرأ ويبحث ويشوف يعرف أن هناك حقيقة في هذا الموضوع أستاذ مي دعنا نتكلم قليلا عن الواقع أغرب قضية يتلج بالنسبة للقضايا كل قضية لها مسألتها بالنسبة للقضايا ليس لدي قضية مميزة غير عن الثانية لأن هذه عبارة عن أمور أشخاص وكل شخص يقدر قضيتها أن هي أساسا المؤلمة أكثر من غيرها المهمة يعني بالنسبة لي القضايا يعني أراها في عيون أفرادها اللي أهمى يو يعني وكلوني فيها هذا شيء ممتاز لكن بشيء غريب إذا عندك شيء غريب أنا أقول لك غريب كغضية كثير ما يكون يعني واقع حصلوا يا كوني كنت رئيس لجئة دياء المهنة نعم يعني من ضمن الأمور التي حصلت أهلي كنت أخبرها قبل قليل شخص من أحد الجنسيات وكلوا زوجة أنها ترفع دعوة على زوجها نعم قام الشخص هذا وكتب لها الصحيفة ورفعت الدعوة تالي عرفت أنه ذات اللي كان يرد عليها في الجلسة هو نفسه يصار الشخص هذا المستشار محامي حق الزوج ومحامي حق الزوجة ومحامي حق الزوجة فهذا اللي نقوله أن اليوم الأمانة مدعين مهنة المحامة هم سبب إبساد مهنة محامة وتغليل منها نحاول كثير ما نقدر أن نقلل من هذا الشيء ونحاول نحرك المياه الراكدة لو شعرت أن قضية ما خسرة تواجه موكلك في الموضوع و تقول لها أنا آسف ما أخذ هذه القضية أنا قتلت قبل قليل أستاذة الأصل بالمحامي يجب أن تكون صادق و تكون واضح مع موكلك و المثاق شرف مهنة المحامة نص بأن المحامي يبذل الجهد و العناء لا يبذل النتيجة فاليوم من البداية إن كنت صادق مع موكلك و لم وعدت بنتيجة أي أن كانت النتيجة خصوصا بالجنايات التي فيها ارتباط بحرية شخص صحيح لو إعدامك تستطيع تواجه لأنك من البداية كنت واضح و أنا مثال أنا أعرض علي أعرض علي كثير من الموكلين أنك توعدني بنتيجة نعم قلت أنك لا أعدك بنتيجة في مثل أبيع لك سمش ببحر أنت طبيعي لا أبيع لك سمش ببحر فبالنهاية لا توعد بنتيجة لا توعد بنتيجة طالما أنك واثق من أمر أستاذ ميدا كلمة أخيرة لك أو على نفس التعليق بالنسبة عن النتائج نسمى نوان الزميل هي أساسا سلطة تقديرية على القاضي نحن نسعى بما هو المجهود أولا بالنتيجة على القاضي زائد إذا كنت أعلم أن هذه القضية خسرانة أمياً بالأمياً سأقوم بها موكلي أن هذه القضية لا تنفع نحن جداً سعادة في وجودكم معنا نشكر المحامية ميل غانم وكذلك أيضاً المحامي خالد ذو سويفان وإن شاء الله أراد لكم بعد الفاصل